في كل مكان نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي حديث في الاقتصاد نتحدث فيه اليوم عن موضوع الاستثمار السياحي وسبول تطويره وإنجاحه في ولاية اسكيكدا وفي الشق الثاني من البرنامج نتحدث عن آخر التحضيرات التي يقام بها قطاع والسياحة من أجل إنجاح اسكيكدا للحديث عن الموضوع يسعدني كثيرا اليوم أن يكون معنا عن مديرية السياحة لولاية اسكيكدا سيد خالد ساكر منايوب المدير مرحبا بكم سيد الفاضل جميع المستمعين الكرام شكرا سيد ساكر يسعدني أيضا أن يكون معنا المباشر الأستاذ ياسين رماش عن المعهد الوطني المتخصص في السياحة والفندقة مرحبا بكم أستاذ شكرا على هذه الدعوة الكريمة ومرحبا بمستمعي إداة اسكيكدا الجاهل شكرا لأستاذ ياسين من الأمور التي كانت ولياية اسكيكدا وقطاع السياحة بسيفا عالم السلوطن خاصة هذه الاستثمارات النوعية أستاذ أرماش أكيد أخويا لهذه الأخ خالد تطرق إلى ما هو موجود في الميدان بلغة الأرقام نحن حاول أن تكلموا قليلا بلغة أكاديمية منذ ولله حقيقة مؤخرا في السنوات الأخيرة ولياية اسكيكدا أصبحت تحتوي على أو تمتلك على مقومات هيكلية خاصة من حيث في حيث خاصة الفندقة مؤسسات فندقية جديدة خاصة في الجهة بلدية فلفلا ونرى مؤسسات جديدة تفتحها لإستقبال الزبائن وإستقبال السواح بالإضافة إلى القرية السياحية التي أصبحت كما قال الأخ خالد أصبحت من بين أحسن الهياكل التي سيكون لها شأن كبير وإضافة كبيرة لولاية اسكيكدا لماذا؟ لأنه لما تنشئ قرية السياحية بتلك المواصفات بتلك الخدمات المنتظرة منها أكيد سنحققه أرباح وقبل أن نحققه أرباح سنحققه استقطاب وجدب للسواح والاستثمار هو الهدف كما هو معروف هو تحقيق عائد مالي تحقيق رؤوس أموال لأنه لما نرحو إحنا نستثمره لابد يكون أنه مشروع استثماري يكون ذات جدوى ما رحش نحط فندق في مكان لما رحش يجيب لنا فائدة سواء للخاص هذا الخواص وحتى للولاية وأيضا ما ننساوش للمواطن السكيكدا المحلي ثم إحنا الحمد لله في ولاية سكيكدا مشات في هذا الطرح لكن ما يعاب وأنا من خلال ما توجهي وخلال الاختصاص التاعي وكذلك ممارسة الإعلامية وتنقلاتي ما يعاب هو التهيئة الحضارية الغير مكتملة الغير مكتملة عندما تذهب إلى بلدية فلفلة وإحنا الحمد لله المعهد الوطني متقصدك في المهند السياحة متواجد في بلد فلفلة والحمد لله تم تتويج بمعهد جديد في بزعرورة بمواصفات حقيقية يعني رح نحقه نديره مورد بشري حقيقي في مجال السياحة والفندق لكن لما تشوف الطرقات لما تشوف الأرصفة لما تشوف مساحات الخضراء لما تشوف تلك القمامة المنتشرة هنا ولا هناك ما راحش نقوله باللي عندنا تنمية سياحية حقيقية لأنه الآن درق السائح العصري على ما يحوز السياحة التقليدية التي أصبحت الفندق والبحر هذه سياحة تقليدية السائح العصري أصبح سيبحث على جو هادئ سيبحث على ما يسمى بالسياحة استكشافية سيبحث على سيبحث على سياحة جديدة لأنه عندما نديرنا فندق في فلفلة مليح ويأتي من العاصمة الفلفلة نفس الشاطئ نفس المواصفات نفس نفس الخدمات التي يجبها في العاصمة ويجبها في وهران سيكون الفلفلة لا يجبها الجديد ويكون مفور لماذا لا؟ نتوجه إلى الاستثمار السياحي في إطار السياحة المستدامة لماذا لا نذهب الاستثمار في سياحة استجمام لماذا لا نذهب الاستثمار في سياحة الجبلية الحمد لله وليا تسكيكدا ديما نحضرها هنا ونحضرها في في الاخر أنه الولايات تسكيكدا عندها 48% قطع الغابات وهذا ما يؤهلها إلى ماذا؟ يؤهلها إلى خلق أنواع جديدة كالسياحة يعطيك صح نتوقف للاحظات حتى تلتحق بنا زميلة هدى معطي لتقديم عنوين نشرة الأخبار ثم نواصل مع ضيفية الكريمة شكرا نواصل معكم برنامج حديث في الاقتصاد حول الاستثمار السياحي والتحذير للموسم السياحي الجديد توقفنا معك أستاذ مرماش بخصوص الشروط اللازمة لطبعا حتى تعطي تلك المشاريع أكلها أكيد يعطيك صح أخويا الهادي قلنا أنه الشيء الجميل فيها أنه عندها تنوع في المقومات السياحية نجد سياحة تاريخية سياحة البيئية سياحة الساطئية سياحة الجبالية سياحة الاستجمام سياحة الاستكشاف نحن من هذا المنبر ندعو مدريت السياحة التوجه أو وضع اقتراحات خاصة في المجلس الولاي أو مع الوالية من أجل التوجه الاستثمار في هذا النوع من السياحة من أجل أن تكون كما يقولون نحقق رغبات كل الشريحة تاريخ السواح لأنه هذا الاستثمار والمشاريع كيف هي تجي وفقا لرغبات السواح كيف هي نستقطب السائح كيف هي نشبع له الرغبة يعني نحن بحضر استثمار لازم تكون حاجة من هذا الحاجة نحقق تلك الاشباع عن طريق هذه المشاريع لهذا على الأقل نحاول أن توجه لهذا الأمر تاني حاجة قلنا ما يعاب على وحقيقة ما يعاب على ولاية سكيكدا كمدينة سياحية هي غياب التهيئة الحضارية هذه نقطة لا بد أن نركز عليها لما أنت تجي في فلفلة في موسم الصيف كومبرومون من سينتيفي حتى الفندق فنادق الموجودة في فلفلة تحكم ساعة ونص في وقت لليام العادية تحكم ربع ساعة عشرين دقيقة هناك أصطراف هنا وشي دير هنا يحقق مؤخرا كان نستيقطاب ولكن مع الوقت الولايات الأخرى ستجعل مشاريع ستنفس مع الوقت سنرى تدهور لو كان يبقى في الوضع هذا نحن كمواطنين في ولاية سكيكدا ورعنا نعيبه في التهيئة الحضارية الغايبة في الولايات سكيكدا فما بالك الضيف يأتيك ما ننظر ولهذا هي دعوة من هنا من أجل النظر لهذا قبل لنروح نديروا مشاريع لابد نديروا تهيئة حضارية نحضوا نديروا الوجه لجو المناسب ليحتاجوا السائح ثم نتوجه إلى الاستثمارات السياحية لتحقق منها عائدات بالية شكرا شكرا لك أستاذ رماش كذلك أستاذ رماش مثل هذا المشروع الذي يتحدث عليه مؤخرا التع الشريهات التي ستمجز إن شاء الله على مستوى بلدية جندل على مستوى شواطئ قرباز مؤشر إيجابي يعني يعني تعطي أمل أنه بدنا نتوجه نحو السياح العام توجه السياحة العالمية ونحو السياحة البيئية المسؤولة تكون مسؤولة مدام المستثمر رح يديرنا مشروع صديق للبيئة في أيضا قطاع الغابات بتنسيق مع مصالح السياحة هناك أربع غابات تتسليع على مأرض غابة ترفيهية هذه كلها مؤشرات رأي تصب في الكلام لي كنت تتحدث فيها أكيد وهذا شيء يبشر بالخير وشيء محفز وهذا كما قلنا اللي راه يحقق رغبات السائح العصري حاليا في الوقت الحالي أنه يبحث على هذه هذه الأماكن اللي كما يقولوا من أجل الاستجمام أيضا أولا وتاني حاجة من أجل الاستشاف وتالت حاجة من أجل تشجيع السياحة المستدامة وكما قلنا المشاريع الصادقة للبيئة لنحافظوا من خلالها أيضا على عدرية تلك المنطقة سواء في الغابات لما نحن نديره مشروع في الغابة ولا نديره مشروع في في هذه جندة الصنهاج على المستثمر أنه يحاول يحافظ على عدرية الطبيعة لأنه لما تروح تدير مشروع بمواد إسمانت لكن لازم مواد مستدامة مستدامة تتهماشا مع خصوصية الطبيعة وهذه كما قلنا تشجيع السياحة البيئية الأرقام التي تكرها الأخ خالد كما قلنا هل هي أرقام محفزة وأرقام جدا ومطمئنة خاصة أنه كما قلنا المعهد الوطني موجود عن نفس كذا معهد وطني مختص للتكوين السياحة والفندقة هذا ما يشجع المطربصين والشباب على التكوين في هذا المجال والحصول على فرص العمل المستقبلية ستكون فقط نشير الأخ خالد مدام وراه هنا والحمد لله جاءتنا فرصة باش نبلغوا هاد وقالك من بعض المطربصين خاصة اللي يتخرجوا في طريق التوظيف في القرية السياحية اللي موجودة في فلفلة أنه على طريق مديري تشغيل يديروا شروط أنه يكون ملتيزي وزو ومبومردس ويقول يعطيك صحة يشرط هذا هنا المطربص لما يأتي ومعهد وطني موجود في سكيك هذا تبع القطاع التكوين طبعا والحمد لله الوالية تبعين قطاع سياحة هنا تبعين قطاع تكوين المهني الشيء الجميل أنه السيدة الوالي عندما زارت أول مرة المعهد التعالي المعهد الوطني السياحة شاهدت بالشوية الظروف المعهد يمد أكثر ما هو موجود ما هو موجود فالهيك دارت مبادرة وساعت بشعطاتنا المعهد تعبو زرورة الذي يرى معهد يتمشى مع اختصاصات السياحة مشكورة السيدة الوالي بمعية المدير الولائي الجديد السيد نجيب لط الحمد لله تم هذا القرار اليوم حضور وزير التكوين المهني لولاية سكيك تم من هنا هذه الأمور هذه محفزة لنا لأنه أول قبل لا نستطمر في المشاريع لابد أن نستطمر في المورد البشري صحيح من أجل استطمر في المورد البشري من أجل غرص ثقافة سياحية نقول باللي غادا الولايات السيدة عندها سياحة نموذي حقيقية لأنه نحتاج الناس تفهم في السياحة تفهم في الفندقة وفي الاستقبال وتكون خدمات نوعية نحن أطارت إشكال مع بعض المطربين لماذا لدينا معهد وطني ويطلب توظيف على أساس الخبرة العالي ولكن ما دابين نحن نحفز بالعكس نحفز المؤسسات الموجودة في الولايات على الأقل المطربين يكون لديهم إقبال أكبر وبداية من الشباب الموجود في ولاية تسكيكدا ثم نتوجه إذا كان لم يوجد مؤهلات لموجودة اختصاصات الموجودة في الولايات ونستعين بولايات أخرى ومعهد أخرى الحمد لله بدون المعهد الوطنية سيخرج سيخرج في اختصاصات رائعة بكفاءات متميزة بطقم إداري فلسفة إدارية رائعة في التسير سوى افتصال داخلي أو افتصال خارجي بالشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع ودينا دايما تنسيق مع مدارة السياحة والذي دايما تمدلنا يد العون ودايما تشجع المدارة بصين وتشجع نحن كأساتذة أيضا وكانت عندنا عندما قمت المسارات السياحية كان حضور أساتذة من المح الوطني بدعوة من مدارة السياحة يعطيهم صحة يبقى أن الإشكال هذا برك أنا نحكي اللغة هذه بلغة أستاذ لأنه أنا في حصة استدريس لما نمارس مع المدارة بصين طرحوا لي الإشكال هذا للسلطات المعنية من أجل تشجيع الشباب على التكوين في هذا المعهد ويكون حافظ لأنه قرية سياحية الله يبرك شح المنصر سكر إطار لمديرية السياحة ومنوب مدير السياحة والصناعة التقليدية الأستاذ ياسين رماش عن المعهد الوطني متخص في السياحة وفندقة بفلفلاء شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا وعلى كل تفاصيل التي قدمت في هذا البرنامج الذي خدمكم فيه هندسيا أو في الهندسة الصوتية زميري عزدين شطاب وفي الإخراج والتنسيق مفيدة حمروش كان معكم في الإعداد التقديم الهدي والهاصي في أمان الله